مصطفى البدري النهاردة في حديثه قال فضلت عرض الاهلي وحققت حلم امي قال كده في الموقع الرسمي الحقيقة للنادي الاهلي واختصوا بهذا الحوار وتحدث فيه عن كواليس المفاوضات وقال أنا سعيد للغاية بعوداتي من جديد الى النادي الاهلي الذي اعتبر بيتي وصاحب الفضل في كل ما وصلت اليه قال ايضا لم اصدق نفسي عندما تواصل معي امير توفيق مدير التعقدات بالنادي واخبرني عن رغبة النادي الاهلي في تواجدي في النادي الاهلي مرة اخرى اكد البدري انه كان يمتلك العديد من العروض ولكن يظل النادي الاهلي وان شاء الله هنحاول ان شاء الله الفتر اللي جاي نجيب مصطفى البدري معنا يحكي لحضراتكم ايه اللي حصل لان الحقيقة الموضوع ده فيه كواليس كتيرة جدا جدا ما قلهاش الحقيقة مصطفى البدري في حديثه ومع الموقع رسمي فيها كواليس كتيرة جدا يعني الواحد عارفها فممكن نتكلم معاه فيها خلال الفترة اللي جاية قال ايضا عفوا ان هو عنده طموح كبير للعب للنادي الاهلي وقال ان هو سوف ياخد منافسات قوية وصعبة في الموسم الجديد وقال انا مشجع للنادي الاهلي منذ طفولتي ولا اتحكم في انفعالاتي خلال المباريات وان الكابتن محمود الخطيب هو المثل الاعلى والقدوة لان اسطورة مصر وافريقيا ووصل الى مكانة فريدة في قلوب الجميع وعلى مر الاجيال ترجمة نانسي قنقر